ومقازن فهون بقيت أنت فقيرا سائلا أو سارقا صائلا إذا جنى العارفون جنى إذا التقط إذا التقط واقتطف العارفون ما غرسوه الشيء اللي هم زرعوه من جنات معارفهم من العلوم وما دفنوهم في الأرض في أرض الخمول من كنوز الحكم ومخازن الفهوم إذا هم مثلا حصلوا على ما حصلوا عليه باستحقاء لأنه نتيجة عرب جبينهم نتيجة جهاتهم في الله جهاتهم للنفس وجهاتهم للشيطان وجهاتهم للدنيا وجهاتهم للناس نتيجة هذا حصلوا على ما حصلوا عليه إذا العارفون وصلوا إلى هذا وتمكنوا من حيازته بقيت أنت أيها التارك نفسه في أرض الظهور والمبتعد بها عن أرض الخمول بقيت أنت فقيرا سائلا تفضل طول عمرك في الطريق غير زائق فيه شيء وغير فاهم فيه أي حاجة دل بسموه مشيع البقر في الجفير وفهم الكلام هذا ماشي معاهل لكنه ما جايب خبر وإذا كده وإما تبقى سارقا صائلا تبقى إنسان مدعي تنقل كلام الناس وتدعي لنفسك وتسرق حكم الأولياء وتنسبها لنفسك وتبقى يعني صوفي بالككة صوفي بالكتب ولكنك ما يعني عارف بالكتب وكلام أن حفظ كلام الناس لكنك فيما بينك وبين الله ما في أي انبوع من ينابيع المعرفة فتحة لقلبك حتى تأخذ منه من مخزينة ربنا كده تأخذ وتنفق لا يعني ما قالوا لك هذا عطاؤنا فمن فمن أو أمسك بغير حساب ما قالوا لك كده فعشان كده الشيخ بوردينا أن سر الإخلاص من شرط الخمول والخمول هو سقوط المنزل في أعين الناس وده نحن ما قصدنا إنك تتصف ده اللي شيء الدائرة نبيها قليلا ما قصدنا أنك تتصف بشيء الناس يمقوتوك فيه يكرهوك فيه في الزمن ده لا ندور منك أنت كيبس ما تعتقد في نفسك أي عظمة عند الناس خلي الناس إذا كان الناس بيعتقدوك ولا ما يعتقدوك يعظنوه ما يعظنوه هذه مش مشكلتك مشكلتك أنت ما تخلي ليك حكم هنا عظمة في نخوص الناس بحيث ما تطالب الناس عشان يعتقدوك أو يعظموك أو يكرموك أو يرفع من شأنك ما تهتم بالناس مدحهم ليك وذمهم ليك خلي يتساوى في نظره أظن أنت فاهمني كويس قال سيدنا عيسى عليه السلام لأصحابه أين تنبت الحبة قالوا في الأرض قال كذلك الحكمة لا تنبت إلا في القلب كالأرض سيدنا عيسى عليه السلام في وعظة وكان دائما هو بيعيثهم عن طريق ضرب الأمثال والحكم وبقول لهم كل الحكم والأمثال اللي بضروفها لكم دي دي الوقت انتوا ما بتقدروا تفهموها كلها كي على حقيقتها ولكن عندما يأتي النبي يعني رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعدي هتعرفوا الكلام اللي بقوله لما يأتي الفارق فارق ليه عندما يجي أيات روكية تقدروا تعرفوا كل كل كلام أنا قلت لكم دي الوقت أو ضربت لكم مسأة وفهم الكلام هذا قال لأصحابته الحبة بتنبت فيه الحبة دي كان قمحة كانذرة كان دخون كان أي حاجة رذ بتنبت فيه عادة قالوا في الأرض يعني يتفنوها في الأرض بعدا تنبت قال لهم كذلك الحكم لا تنبت إلا في القلب كالأرض يعني لا تنبت إلا في القلب إذا صار كالأرض يعني الحكم لا تستقر إلا في قلب امتحن الله تبارك وتعالى امتحنه الله تبارك وتعالى لتقوى هذا القلب الذي تواضع لله هذا القلب الذي فنى عن كل شيء وبقي مع الله بلا شيء هذا القلب يستحق أن يكون إناء مقعرا حاويا يحتوي الحكمة ويتلقاها ويحفظها وإلا كان كالإناء المقدود ما يمسك حاجة كل حاجة جاته تمشي على طول أو كمان مثلا يبقى زي الفضاء اللي الطيور تمزل فيها أدنى حركة طيرها معناه تسمع الحكمة لكن أي مشكلة مرت عليك تمشي بيها ما فيش أي استقرار للحكمة في القلب القلب عندما يكون مستقبل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون ربنا قال شو أقرأ الآية لآخرها شوف الكلام هذا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض أنا بصرف وبطر وبحجب وببعد من فهم آياتي وإدراك أن الناس إلا بتكبروا في الأرض مع أن الكبرياء في الأرض للمؤمن فقط ترجمة نانسي قنقر